فقط نسبة بالمشاركة عالية تفضل يعني هذا ما رجعه انه ما فيش منافسة حقيقية الرئيس عمفتاح السيسي بالتأكيد يعني الاغلبية الكاسحة من الاصوات الناس خرجت لتمنحه تفويضا جديدا ممثل في فترة رئاسية جديدة واحد اتنين المرأة المصرية لا تزال تتصدر المشهد على مدى اكثر من انتخاب سابق ما زالت المرأة المصرية هي البعالك الاساسي العملية الانتخابية واحنا شفنا الكثافة اللي نزلت بها المرأة المصرية ثلاثة بالفعل ان الشارع المصري نزل هذه الانتخابات كنوع من التحدي في مواجهة كل المؤامرات الخارجية في مواجهة الاعلام الذي ادعى ان المصريين لم ينزلوا الى الانتخابات ايضا لرد الجميل والوفاء للرئيس الذي انقذ الوطن في فترات سابقة هو لديه مشروع الوطني اللي بيحاول يستكمله خلال الفترة الماضية طبعا في مشاهد عديدة داخل المشهد الرئيسي في تباين في الازدحام والكثافة من مناطق الى مناطق في قوة دخلت النهاردة حزب النور كان بيلعب دور مهم جدا في الاسكندرية وفي البحيرة نحو حجد الجماهير انطلاقا من انه قبل كده اعلن موافقته وسعيه وتأييده لترشيح الرئيس عفتح سيسي الحملات الثلاث الرئيسية بتواصل مع النواب ومع الفئات المجتمعية الاخرى الحجد للمعركة الانتخابية احنا الحقيقة قدام مشهد تكاتفت فيه السلطة التنفيذية مع السلطة القضائية مع المنظمات الموجودة في الشارع لضمان اكبر مشاركة جماهرية في هذه الانتخابية